اشتركوا في القناة فأوحى الله عز وجل يا موسى أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة فانتظر موسى عليه السلام من الذي سيمر عليه فإذا برجل غريب لا يعرفه موسى ولا هو يعرف موسى عليه السلام فتبعه نبي الله لينظر ما يصنع هذا الرجل حتى دخل الرجل بيتا قديما وسلم على امرأة عجوز طاعنة في السن جالسة على الأرض يقوم بإعداد الطعام لها ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها ويسقيها الماء بيديه فما انفرغ من إطعمها حتى غسل فمها وقضى حاجتها وسلم على العجوز وخرج من البيت فسلم عليه موسى وقال له يا فلان من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها وسقيتها وغسلتها فقال هذا الرجل إنها أمي فقال موسى عليه السلام وهل تدعو لك أمك بشيء؟ فقال الرجل نعم تدعو لي كثيرا لكنها لها دعاء لا تغيره فقال موسى عليه السلام وما هذا الدعاء؟ قال تقول اللهم اجعل ابني رفيق موسى بن عمران في الجنة فقال له موسى أبشر يا عبد الله فقد استجاب الله دعاءها أنا موسى بن عمران فقد بشرني الله من فوق سبع سماوات أنك رفيق في الجنة إنها الدعوة التي لا ترد دعوة الوالدين فوالله ما صلح حال عبد إلا برضا من الله والوالدين فمن رضيت عنه أمه كان أسعد الناس وويل من ابن عاق غضب عليه والداه قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك فقد صعد رسول الله المنبر ذات يوم وقال آمين ثم آمين ثم آمين قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين 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 فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال يا محمد رغم أنف عبد أي خاب وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال يا محمد رغم أنف عبد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين فجبريل يدعو والنبي يؤمن فالأمر عظيم وخطير فالعقوبة التي تعجل للعبد في الدنيا قبل الآخرة هي عقوبة عقوق الوالدين فكان أبو هريرة يدخل كل يوم على أمه ويقول السلام عليك يا أمه رحمك الله كما ربيتني وأنا صغير وهي تقول وعليك السلام يا أبا هريرة رحمك الله كما بررتني وأنا كبيرة وكان أحد الصالحين لا يأكل مع أمه في صحن واحد فسئل عن ذلك فقال أخاف أن تنظر أمي إلى طعام فتشتهيه فتسبق يدي نظر أمي فالله مرحمهما كما ربيانا صغارا واجعلهم من الأطهار الأخيار في الفردوس الأعلى يا رب العالمين هذا والله تعالى أعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا للمشاهدة